شكرا جزيلا لدعوتي لأشارك معكم في هذا البرنامج وفي الواقع نعم المشاركة في إكسبو 2020 بغاية الأهمية بالنسبة لنا نحن شاركنا في هذه الفعالية في إكسبو منذ أن أقيمت في أوساكا ونستمر بمشاركتنا بكل الإكسبو الذي تقام بشكل على المستوى العالم نحن بالطبع هناك ثلاث أجندات أو ثلاث أسباب لمشاركتنا في هذا المعرض الكبير بداية نود أن نقدم شركاتنا ومشاريعنا الابتكارية للعالم ونود أن نجلب الشركات الناشئة في بلادنا أن نمنحها الفرصة للتواصل مع شركاء محتملين للمشاركة في استثمارات في بلدنا ثانيا طبعا فيما يتعلق بأجندات الاستدامة التي نعمل عليها والتي طبعا نحن مصممون على التركيز عليها بشكل كبير في عملنا نحن طبعا نركز على الاستدامة بشكل كبير وطبعا نود التواصل إلى انعدام انبعاث الكربون طيب هل يمكن توضيح المزيد بشأن شعار ماليزيا في إكسبو هذا العام جناح مضلة الغابات المطيرة هذا كان شعار جناحكم وما الرسالة التي تريدون إيصالها للعالم من خلالها نعم في الواقع نحن كل هذه الغابات المطيرة التي هي موجودة وتثري بلادنا بشكل كبير طبعا وهي موجودة منذ مليونين وثمانية وأربعين سنة وهي تحمي بيئتنا بشكل كبير ونحن طبعا نعلق عليها أهمية كبيرة وهي طبعا لذلك أردنا أن نبرهن من خلالها عن التزامنا بأجندة الاستدامة والأهمية التي نعلقها على الاستدامة طبعا ونريد أن نقول أننا سوف نحافظ على الساحات الغابات من دون أي طبعا توقف وأن ننمي هذه الغابات ونحافظ عليها وطبعا هذه الغابات تعكس طريقة تفكيرنا وأجندتنا المعتمدة بشأن الحفاظ على الغابات وعلى البيئة طيب يعني جناح ماليزيا هو الهيكل الوحيد الصافي الخالي من الكربون في إكسبو 2020 كيف قدرتوا تسوي كذا وبرضو ما هي الرسالة لي من خلال هذا الشيء تحديدا تريدون إيصالها نعم هذا جزء من رؤيتنا التوصل إلى انعدام انبعاثات الكربون وطبعا هذا يعكس إرادتنا بأن نتوصل لهذا الهدف وأن نبرهن العمل في هذا المجال نحن طبعا نشارك في معرض إكسبو 2020 ونريد أن نعمل على الاستدامة وعلى هذه الأجندة التي تعد مهمة لنا طيب نشكرك جزيل الشكر من الجناح الماليزي المفوض العام لجناح ماليزيا في إكسبو 2020 والأمين العام لوزارة العلم والتكنولوجيا والابتكار داتوكزين العبيدين بن أبو حسن